ازايكم يا موليد برج السور يارم بتكونوا بخير انا بريم مع بالفيديوهات عده القاعدة الابراغ طوال قاعد برج السور ليوم الثلاثة 11 يناير كانون التهني 2022 النهاردة هتستعجب من كل سهولة الامور اللي انت بتقع فيها استخدم الفرصة دي علشان هتكون محببها كتير علشان تواجه وتنهي كل الامور اللي مترقمة عليك وعندها هتصبح مستعدا علشان تواجه اوقات اكتر توتر ولما تصعب الامور النهاردة هتعرف تحلها يمكنك انك تعتمد على تقييد منهم حولك ولكن لازم انك تبدأ في انك ترد الجميل فورا هكذا هتستطيع انك تعتمد على مساعدتهم دائما في المستقبل وفي الام بالنسبة لك مهنيا كن حادق وصحح الاوضاع وما تضغطش على المحيطين بل خليك متعاطف ومتفهم كتير جدا ليهم بالنسبة لك عاطفيا بانتظارك الفرج والفرحة والسعادة الكبرى وهتكون تقدر تتوسع طقتك لشريكك على انك تدي اكتر واكتر في حبك ليه بالنسبة لك صحيا اضبط انفعاليتك واعصابك وما تتهمش الاخرين بمساوئهم بعيدين عنها تماما ومش هيكونوا عاملين هالي فخليك حذر وما تتهمش اي حد باي شيء انت غير مستعد ليه توقعات العشرية الاولى موليد 20 ابريل الى 30 ابريل لو كانت الشكوك بتثورك مؤخرا مش هتعرف تستطيع انك توصل لاي قرارات هتستطيع الان انك تشوف الاشياء في ضوء اوضح اكتر انت تشعر بالتوازن الكافي اللي بيمكنك من انك تحصد الخير كنتيجة لاي قرار انت بتاخده توقعات العشرية التانية موليد 1 مايو لعشر مايو بيبدو ان كل شكوك الامس ممكن انها تتبخر وانت الان هتكون منشغل بانك تتقدم اكتر للامام حاول انك تستخدم الطاقة دي في انك تبدأ في مشروعات جديدة وتاخد قرارات مهمة توقعات العشرية التالتة موليد 11 مايو لعشرين مايو انت ناجح في كل اللي بيخص الشغل والقرارات حتى المهمة اللي انت بتتخدها اثبتت كلها صحتها لكن لازم انك تاخد الوقت اللي انت بتحتاجه دايما علشان تفكر في مشروعاتك اللي جديدة بالنسبة لحركة الكواكب اليوم بيشكل المريخ مربع مع نبتن اليوم ممكن تكافح للتركيز على اولويتك ممكن ترتفع الطاقة وتنخافض خاصة لو تلاشى الالهام ممكن تضائل المستويات الحافظة او حتى الطاقة لان انا هنشعر بارهاك ومن المحتمل ان يكون عندنا عدم يقين بشأن خطواتنا التالية من الصعب اننا نحدد رغبات ومن ناحية تانية ممكن انه يأتي للهام من مصادر مش عدية وممكن انه يكون هناك تغيير في مصار او استراحة من العمل لازم اننا نراقب الصعبات وده بتعلق بالحدود اليوم ومن المحتمل ان تكون محاولات اننا ناخد الطريق الاسهل بنتائج عكسية تحت هذا التأثير من خيبة الامل يمكننا ان نجد الدافع علشان نجري تحسينات معده بيتطلب مننا القمر في برج السور ايضا ابتق واعادة توجيه انفسنا وبكده بنكون وصلنا الاخر الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه ما اشتركتوش انتو مستنين ايه اضغطوا على الاشتراك وفعلوا الزر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا اشتركوا في القناة